مندي صحي ومدخن تابعونا طاحونة صغيرة سنجعلها ورقتين غار قرنفل وسنجعل في وقاها مطحون أو مطحون عادبة سنطحنها كلها بالنهاية وهمنا في وقاها قرفة أو دارسين وهمنا سنجعل على مود اللون مالتها وشوية نكهة كركم أصفر وإذا تحبوها سبايسي سنجعل في وقاها كعين أو أي شطة وأنا سنضيف وقاها نصف طن فلفل أسود سنسد الغطاء ونطحنها كل جيد ونصر لدينا طحين وهذه البهارات المندي صارت جاهزة سنجد صدر الدجاج أول شيء سنبهرها بالملح فقط كل الاتجاهات هي نيسرة فوق جوة للصفاة حميلة كل مهم وبعدها سنشبع كل جدين بالبهارات المندي الجهة الفوق والجهة الجوة والأطراف وإذا كان هناك بعض البهارات على صحة مالتنا لذبوها ومسعوا بها الدجاجة لذلك الصحة مالتنا يبقى نظيف سنغلفها كل جدين سنجدها في الثلاجة تتبع ليلة كاملة إذا لم تكن موقع المستعجرين ساعتين عادي الآن سنجد صغيرة نقصها بالنص نغشرها ونثرمها كل جدا بعدها سنجد رأس قرنبيط أنا غسلتها كل جدا بمي بارد سنجد من عندها الأوراق الخضر سنقصها بالنص سنقصها بالنص أهم شيء بعدها نقص الغصل مالتها سنجد ست البيت سنجد بها قطع القرنبيط الملاحظة إذا لم تكن ست البيت ستولي ستشينا ونثرمه كل جدا سنستعمل البلس ونثرمه كل جدا وننجد كل جدا سنجد قوامه عبالك تماما سنجد هذا القوام ممتاز أكبر انجليزي لا يزرق لكلمة من انجليزي كلمة من جنون طاوة نجدها على النار سنجد بها قليل زيتون ليس قليل جماعة الكيتو لا يمكنكم أنتم بالزيت وترتيباتها كيفكم بعد ولكن جماعة الدايت والبروتين والحركات والجيم لا قليل سنجد بها صدر الدجاج ونطبخه على الجهتين إلى أن لون يصبح أحمر ونصبح لونه حلو يخبر من كل الاتجاهات سنجده نخليب صينية وندخله بالفرن حرارة 200 نطبخه 15 دقيقة حتى يستوي من جوه تماما وبنفس الطاوة التي طبخنا بها الدجاج سنجد بها البصل ونحمسه كل الزين لا تغسلوها للطاوة لأننا نريد نكهة الدجاج لتدخل بنكهة البصل والترتيبات نحمس البصل نضيف فوقها كمية البهارات وأهم شيء نحمس البهارات مالتنا وهي البصل وزيت الزيتون تنضينا غير نكهة سنجد فوقها كمية القرنبيط المفروم وكل آياته نجدها فوق هذا الخليط نجد فوقها بعد سبع دقائق نحتاج ملح أخير رشة صغيرة ملح من قلبها يمنيسة وهذا التمن من المندي مالتنا أصبح جاهز فول كيتو فول صحي بين ملستي والدجاجة سأجلب خلاط أخلي بيه طماطع بصل وأخلي بيه ثوم وأعصر فوقها أعصر صغيرة للمون وهم هنا أخلي بيه حدادية حدادية لا تحب حدادية لا يجب طلعت الدجاجة من الفرن أخلي بيه تخبل أهم شيء بحرات مالتنا حمسة دجاجة وصارت الكروسبي نرجع للصوص نصدر الغطاء ونضربه كل شيء لأنه يصبح لدينا قوامة كل شي ناعم سنبدأ ببناء طبق مالتنا سأجلب صحنة التقديم سأجلب صدر الدجاج ونقص قصة قبل أن نضع فوق التمن سأجلب زاوية أحسن يكون وأسهل أخلي بيه تخبل عبالك جبنة يعني ليس مستوي ولا أعبالك ألياف ومن مليان أسارة وجوزي سأكمل القصقصة تفقطع أربع قطع حسب الحجم مالتها ونشيلها ونضعها فوق التمن وقنابيض بعدها سأجلب صوص مالتنا هذا ينطي الحموضة على حلاوة ملوحة حدادية تخبل فوق الدجاجة وهذا سأجلب كلاوات العيد أعدكم كلاوات ونضعوا ما يحتاج يا أبي هذا المندي الصحي مئة بالمئة على طريقتي إن شاء الله حبيته لا دقيقة بعد ما خلصنا سأجلب السموكر مالتنا أخلي بيه اللي هو عبارة عن خشب شوية ناعم فوق الصحن سأخلي كاسة وأخلي صندو مال السموكر جو الكاسة سأجلب البلو تورتش وأشغله أشغله ترقاعة دقيقة سأجلب الداحة وأشغله أشغل أشغل السموكين جون وأبدأ أحرق الخشب الموجود داخله ويبدأ أطلع لدينا الدخان حتى يصبح لدينا مندي صحي مدخن طبعا نحرقها قليلا وبعدين ما نفعل؟ نحاول نعدل صندو مالتنا حتى ندخل بها أكبر كمية إن الدخان وين داخل الصحن لنرى ما يخبغ تمام سأجلب تقريبا دقيقة ثلاثة كل ما أكثر كل ما تركيز الدخان يكون أكبر يا أبي سأجرب المندي الصحي بسم الله بسم الله حشر هوهو باب الدخان أوك أول شي ريحت الباربكي بخبغ دعني نجرب أول شيء أدنى التمم ما لن نعقى المبيض ولا شوي السوس واي دجاجة هذا تماما القرنبيط رهيب ولا عبالك قرنبيط ما هذا ؟ صراحة اول مرة انا هذا اجربة الدجاج صراحة اجربة طعم الدخان كلش حبيته لا اعرف بس مندي صحي يعني واحد ما راح يفرق بينها وبين المندي العادي البهارات مالتها انبوينت كلش رهيبة شوية زيادة صح بس كلش حبيته كلش ما تبقعت اغطلعي الطعم يعني دالما نكون ضد الاكل الصحي بس هذا هيش اكل صحي توب شكرا من المتابعة ان شاء الله حبيته هاي الوصفة وروح يشوفوا الوصفة المندي الموضحي الاصلي التمام وفيما الله والذي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستجرام فيسبوك يوتيوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة